بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عودة من لساني افقه وقولي اهلا بكم طلبة وطلبات الصف الثاني الاعدادي ودرس جديد من دروس المراجعة الجزء الاول معنا النهاردة من مراجعة ليلة الامتحان هيكون خاص بمراجعة اهم الاسئلة الخاصة بسؤال الكلمات نبدأ المراجعة بمراجعة اهم الكلمات الموجودة في المنهج من خلال سؤال طبعا هو بيتكلم ان هي حاجة شبه الطيارة ولكن ملهاش جنحات يبقى الاجابة الصحيحة هنا هتكون هليكوبتر اللي هي letter a طبعا الإجابة هنا هتكون ومعناها تطبيق على الموبايل بيخبرني بحالة الطقس في المدينة نمبر ثري طبعا الإجابة هتكون ومعناها يترجم مقالة فرنسية إلى اللغة العربية نمبر فور طبعا بيقول لك هنا معنى الجملة أن الطريق مش كبير بشكل كافي للسيارة فإحنا هنستخدم أو هو يكفي فقط لموتوبايك اللي هي الدراجة البخارية والإجابة لتر بي نمبر فايل طبعا بعض الشركات بتستخدم سوشال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي دايما بتحب تاكل حلويات يبقى هي نقول عليها ان هي ومعناها مدمنة للحلوية نمبر سيبن طبعا الإجابة هتكون وكلمة هاريبل هناخدها هنا بمعنى فظية وعرفت ازاي الإجابة من كلمة دايما بيكون في الجملة في دليل الحل نمبر ايت طبعا تقول للمدرس في حالة ان انت وكلمة معناها يفهم نمبر ناين طبعا كلمة ميني ديجي بعدها اسم جمع فالإجابة الصحيحة هتكون ومعناها تصحيحات كتير في الواجب بتاعك نمبر تن يعني الجو كان مغايم الصبح لكن دي اللي هي الغيوم دي عايز يقول ليها وكلمة معناها اختفت لما ظهرت الشمس نمبر اليفن بولك ما تلمسش ايه وإلا المكينة هتشتغل يبقى طبعا الاجابة اللي هي بي ومعناها رفعة او اليد بتاعت الايه المكينة نمبر تويلف وين دي عرائد ات دا هوتيل بيدسايدد تو اتس لارج جاردنز لما وصلوا الفندق قرروا انهم يعملوا ايه يعني يستكشفوا لارج جاردنز الحضائق الواسعة او الكبيرة نمبر ثرتين ايدلايك تو this phone for a new one because its screen is damaged الشاشة تكسرت او تلفت يبقى محتاجين تشينج وكلمة معناها يغير او يبدل نمبر فورتين وغيب لك طبعا ايه اختراع وخد بالك من كلمة اللي هي اخر اجابة اللي انا معلم عليها وكلمة اللي في الاول كلمة اللي في الاول جاي من ومعناها يدعو يدعو شخص لحفلة عيد ميلاد ومسلم يعني لكن كلمة جاي من معناها يخترع واختراع نمبر ففتين يعني طلب اكل من ساعتين وطبعا دايما اللي بيتاخر وكلمة معناها التوصيل نمبر ساكستين I'm looking forward to the Egyptian museum next month طبعا look forward to اصلا معناها يتطلع الى ورغم ان اخرها كلمة لكن بيجي بعدها الفير بلس اي ام جي يعني اقول visiting ومعناها اتطلع الى زيارة المتحف المصري الشهر القادم نمبر سبنتين this is a of the machine it's not real مش حقيقي حاجة مش حقيقية يبقى نقول عليها عارفين احنا طبعا المودل اللي هي الطاهرات اللي هي مش حقيقية والمودل اللي هي بتبقى نموذج لها ايه امت النسوة بيكسب دايما ميداليات فنقول ان انا proud of him I'm proud of معناها فخور بي نمبر ننتين فلافل is really and it is very popular in Egypt يقصد ان الفلافل بيوصفها بوصف ويقول انها popular in Egypt يبقى نقول عليها delicious ومعناها لذيذ الطعام نمبر 20 I don't put any salt on pizza مش بيحق اي ملح في البيتزا because I don't like a food he doesn't like salty food طبعا كلمة salty food معناها طعام مالح 21 many people are to nuts so they don't eat them طبعا الناس دين وصفهم انهم allergic to ومعناها لديهم حساسية الى allergic to nuts 22 if you eat something that is very hot and eat it will hurt your mouth طبعا معروفة hot and spicy hot and spicy وكلمة آآ spicy معناها حراء we with our noses كلمة نوز معناها انف طبعا we smell و smell معناها يشم بنشم دي الانف 24 we think when we put them into our mouth طبعا لما بنحط الحاجة في الفم يبقى احنا بنعمل لها taste taste معناها يتذوق 25 it's a good idea to the eggs to the eggs before making the cake طبعا it's a good idea to beat the eggs كلمة بيت معناها يخفق او يضرب البيتزا اللي هو يعني 26 is something that gives us the power to do things الحاجة اللي اكتبنا القوة ان احنا نعمل الحاجة هي energy وenergy معناها طاقة 27 which of these is not dairy product اللي من دول ما هواش منتج من منتجات الالبان طبعا الاجابة هتكون رايز ومعناها الارز 28 which of these is bad for your teeth ايه دول ضر باسنانة طبعا اللي ضر باسنانة هو sugar sugar معناها السكر 29 which of these types of food doesn't have much protein اللي من دول ما فوهوش بروتين كتير طبعا apples ومعناها التفاخ 30 please some tea into my cup طبعا الاجابة هتبقى poor وكلمة poor معناها صب بعض الشاي في الكوب بتاعي او الفنجان بتاعي 31 humans have 210 in their bodies the biggest ones are in our legs طبعا هو هنا بيتكلم على البونز وهي العظام 32 we call foods that are made of milk products طبعا الطعام اللي هو بيكون في لبن بنقول عليه ومعناها منتجات البان وناخد بالنا دين كلمة اللي موجودة في ومعناها مفكرات او مذكرات يومية وكلمة اللي هي منتجات الباني 33 the soup is cold shall we eat طبعا الشربة بردة فنقول shall we heat it وكلمة معناها يسخن 34 madres is damaged يعني الفستان تالفة او تالف so my mother is sewing it ومعناها بتخيطه اللي هي letter b 35 the children all were funny to the family party احمد was a firefighter طبعا المواحد بيكون في حفلة الازياء بتاع الحفلة بيقول عليها costumes ومعناها ازياء خاصة بمناسبات معينة او بحفلات معينة 36 mona can't answer the phone because she is her makeup الميكوب دايب انقول قبلها she's doing her makeup ومعناها ان هي كانت ما ادريتش ان هي ترد على التليفون لانها كانت بتعمل الميكوب بتاعها 37 the is is fantastic in the flea you feel like you are in the mountains طبعا الاجابة تبقى the scenery وكلمة scenery معناها المناظر 38 which musical can you play طبعا musical instrument ومعناها آلات او آلة موسيقية musical instrument 39 a painting or a photograph of a person's face is cold طبعا الاجابة هتبقى portrait معناها الصورة اللي بتبقى فيها او مركزة على وش الشخص يعني 40 things that are made from clay such as cups and plates are cold حاجات اللي مصنوعة من الصلصال او الفخار اللي هي الادوات اللي يفخها ديها والادوات اللي يفخها ديها pottery اللي هي letter d 41 a is made from stone or wood that looks like people animals or other things طبعا الحاجات المصنوعة من الخشب او من الحجارة نقول عليها sculpture ومعناها تمثيل منحوطة 42 they aren't able to use a part of their body in the way other people can يعني بيقول لك مين هم اللي ما بيقدرش يستخدمون جزء من اجزاء اسمهم كما يفعل آآ الناس طبعا دول نقول عليهم disabled وdisabled معناها شخص معاق 43 they are people who can't see مش بيشوف بيبقى على طول نقول عليه blind وblind معناها كفيف 44 people aren't able to hear مش بيسمعوه يبقى نقول عليهم death ومعناها اصم 45 laura always gives her grandmother a big when she sees hair لما بتشوف جدتها بتديها حضمة جدية يبقى نقول عليها a big hug letter b 46 a large park with machines to ride on restaurants etc is cold آآ large park اللي هي الحضيفة الكبيرة اللي فيها آلات الناس بتركبها نقول عليها theme park وكلمة theme park معناها آآ الملاه 47 two is to leave a place you should stay in تغادر مكان ينبغي ان تقيم او تظل فيه يبقى نقول escape و escape معناها يهرب my sister likes a music she is a musician in or an طبعا هي موسيقارة او عازفة في orchestra وكلمة orchestra معناها آآ مجموعة العازفين ورا المطرب دول نقول عليهم آآ orchestra 49 the actors act according to a written طبعا هو بيمثله طبقا لي script وكلمة script اللي هو النص المكتوب لمصرحية او لفيلم number 50 the violin the piano and the guitar are cold الحاجات دي نقول عليها musical instruments. وكلمة musical instrument معناها آلات موسيقية. fifty one some women prefer wearing a or an to cover their heads. يعني يقول لك بعض النساء بتفضل ان ترتدي ايه عشان تغطي آآ رأسهم طبعا تبقى الاجابة ومعناها غطاء الرأس او الحجاب. fifty two a or an is a special formal uh event. حدث رسمي نقول عليه occasion يعني مناسبة. fifty three are open shoes which are good for the summer. ايهو الشوز اللي كويس للسمر. طبعا ومعناها الصندل. fifty four are light comfortable shoes that people usually wear for sport. آآ شوز بنستخدمه في ممارسة الرياضة نقول عليه و اللي هي كوتش يعني كوتشي رياضي او حداء رياضي. fifty five clothing will keep you comfortable. الحاجات او اللبس اللي بتخليك مرتاح. طبعا loose ومعناها فطفاض او واسع. fifty six. you can try on this shirt. يمكنك ان تقيس هذا الشرت او القميص. in the. بلقيس يتدون فين. changing room. ومعناها غرفة آآ القياس او تبديل الملابس. fifty seven. I put a or an in the newspaper to sell my old card. طبعا هيعمل ايه في الجريدة او يضع ايه? يضع اعلان وكلمة اعلان اللي هي ادفرت. fifty eight. a or an is a person who buys things from a shop. شخص بيشتري حاجات من محل. اذا ده على طول customer وكلمة customer معناها آآ زبون. fifty nine we should use on buildings in sunny countries like ايجبت. الدول المشمسة زي مصر بنستخدم فيها اللي هي لوحات شمسية. طبعا دي تستخدم آآ عشان نجيب كهرباء. عشان نحط جهاز او معدة في مكان ما ويبقى جاهز للاستخدام يبقى انا بعمل له حاجة اسمها install. يعني install معناها يركب الجهاز ده. I think electric cars will help to pollution in the future. طبعا هو بتكلم من electric cars اللي هي سيارات الكهربائية. هتعمل ايه في التلوث? هتعمل reduce pollution ومعناها يقلل من التلوث. this computer does not work. آآ we need to ask someone to. يعني الكمبيوتر مش شغال فهنطلب من حد ان هو ييجي يعمل repair. repair معناه يصلح. six thirty three volunteers are working on a project to save Egyptian thoughts. طبعا الاجابة هتبقى conservation project. والconservation project معناها مشروع الوقاية او الصيامة. sixty four people sometimes use a to film animals from the sky. طبعا الاجابة use drone. وكلمة drone معناها طيارة بدون طيار. sixty five scientists can use a to take out small pieces of plastic from rivers. ومعنى الجملة ان هو بيستخدموا حاجة معينة كده عشان يجمع اجزاء صغيرة من البلاستيك اللي هي موجودة في الانهار. يبقى بيستخدم filter وكلمة filter معناها filter اللي هو المرشح. sixty six scientists use the new app to determine the underground water. طبعا هتبقى location of وكلمة location معناها مكان. معنى الجملة ان هم بيستخدموا. application يعني تطبيق عشان يحدد اماكن المياه الجوفية اللي هي تحت الارض. sixty seven don't drink water from a canal because it can be full of dangerous. طبعا بقولك ما تشربش من القنوات. يبقى اكيد المياه دي full of dangerous bacteria ومعناها بكتيريا خطيرة. I don't like old cars because they a lot of pollution. طبعا مش بيحب السيرات القادمة لانها cause a lot of pollution تسبب اه تلوث كثير. sixty nine mona forgot her open her pen today so I'll her mind. يعني هي نسية القلم بتاعها. يبقى انا هعمل ايه? هسلفها. يسلف اللي هي بمعنى lend. وكلمة lend means give. يعطي. لكن عكسها طبعا كلمة برو اللي هي يستلف يعني take. are there any problems in the area near you? طبعا الاجابة هتبقى environmental problems وعناها مشكلات بيئية. seventy one they stayed at a or an hotel during their last trip. it was too expensive. طبعا اجابها تبقى luxury ومعناها اه هوتيل فخم او اه ثري كده. حاجة مريحة فخمة يعني. seventy two it is good for you. it is good of you to listen to others. من الجيد ان تستمع الى others views. وكلمة views هنا معناها وبيهات نظر. seventy three most boys one two in the football school team. طبعا هتبقى الاجابة take part. اه معظم الاولاد عايزين يشتركوا في اه الفوتبول سكول تيم اللي هو فريق كرة القدم الخاص بالمجرسة. forty seven when we heat ice. it لما بنسخل. it melts. وكلمة melt معناها ينصهر او يذوب. وفي نهاية الدرسانة اتمنى اكون استفدت وتمنياتي بالتوفيق للجميع. شكرا لكم.